أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة إنه تنظيم الأخوات اللي من التنظيم الإرهابي الأم بقي هو طوق النجاة لهذه الجماعة طوال صراعها مع الحياة منذ الأربعينيات بعد مقتل الخزندار والنقراشي كانوا طوق النجاة وفي الخمسينات والستينات في الصدام مع دولة 52 وما بعدها بقيوا هم طوق النجاة لرجال كانوا يؤثرون الاختفاء أو الاختباء أو الهروب والنفي الاختياري علشان كده التنظيم بتاع الأخوات ده إيه بالضبط مكنونه وهل المرأة عندهم بتتربى بطريقة إنها تخرج من حيث المرأة التي نعرفها يعني بتميل بطبيعتها للعنف للإرهاب منظر الدم بالنسبة لها شيء مألوف وليه قادرة تقبل فكرة إن هي سلعة وإن هي ممكن يعني يتم الاستثمار فيها وعن أي نوع من الاستثمار يتم الحديث خلوني أطرح كل هذه الأمور على ضيفي وضيف حضراتكم الباحث الأستاذ مونير أديب وهو الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية اللي منوارني مساء الخير مساء الخير وأهلا بك يا سيدة أماني أهلا بحضرتك خلينا نبدأ سريعا من فكرة الأخوات كيف تشكلت؟ ولو بشكل بسيط مش عايزة استغرق في التاريخ لكن الطبيعة العنيفة اللي اتسمت بيها هو المدخل اللي احنا بنحاول نفهم يعني أعتقد أن الأخوات يمثلون تقريبا 30% من قوة التنظيم سواء منذ أن نشأ التنظيم في مارس 1928 وحتى هذه اللحظة أعتقد أن الأخوات يمثلون قوة أكثر من 30% بمعنى أن هذا التنظيم يعني عمل في السياسة ومرس العنف وربما كانت له أنشطة كثيرة كان الأخوات أو قسم الأخوات اللي نشأ في 33 وكان لأصول حقيقية يعني عاملة على أرض الواقع في 1937 أعتقد كان له دور ودور كبير وأعتقد دور الأخوات لا يخفى على أحد سواء مع البدايات الأولى لنشأة التنظيم أو حتى مع 2011 وما بعد 2011 كان ليهم دور ودور كبير طيب معلم سامحني هقطعك علشان مش عايز أقفز في المراحل قوي كده يعني احنا حاولنا ناخد رمز لكل فترة لو بدأنا من البدايات الأولى البدايات الأولى هل كانت مع زينة بالغزالي أم سبقها أحد وليه هذه الشخصية لعبت هذا المشهد بهذا الأداء شديد القبح شديد العنف يعني خلينا نقول أنه 8 ديسمبر 1948 صدر قرار بحل تنظيم الإخوان المسلمين وبعد هذا الحل يعني ممتلكات الإخوان أصبحت لدى الدولة تم السيطرة عليها وأصبح التنظيم بلا تنظيم وبعدها مباشرة قتل المؤسس حسن البنة وأصبح أتباع الإخوان ما بين السجون ومن ذهب للصفر للخارج أعتقد في هذا التوقيت فعليا بدأ دور المرأة في الإخوان ودور المرأة في الإخوان هنا تم اختصاره فيه نقل الرسائل من داخل السجون إلى المجموعات التي كانت خارج السجون وكانت تمارس العنف وأعتقد هنا كان فيه دور لأمينة قدب ولحميدة قدب أيضا أخوات سيد قدب أخوات سيد قدب وأعتقد دول كانوا عنصر أساسي في تنظيم 1965 ونفس الدور ده احنا فجئنا به في العصر الحديث برضو قسم الأخوات أو ما يسمى بزوجات الإخوان كانوا بيقوموا بالدور ده بشكل كبير أعتقد فكرة الشراسة التي تميزت بيها زينب الغزالي أو التي تتميز بيها كل نساء الإخوان لها علاقة ربما بالأفكار التي آمن بها هؤلاء لأنه التنظيم ده نحن نؤمن أو على يقين أن التنظيم هو تنظيم عسكري عسكري ليس فقط في الممارسة والسلوك وإنما على مستوى الأفكار الأفكار لدى الرجال وأيضا لدى النساء وهو ده اللي خلى مجموعات كبيرة من زوجات الإخوان أو قسم الأخوات يقوموا بدور سواء في نقل الرسائل لممارسة العنف الرجال لما كانوا بيمرسوا العمل المسلح أو حتى في نقل السلاح وأعتقد زينة بالغزال ونقل الأموال وأعتقد زينة بالغزال كلها دور في 1974 أنها هي هيئة المجموعة الأولى التي ترجمة نانسي قنقر